صباح ومساء الخير هالفيديو راح يوضح لك شنو الاعمال اللي اغلب الكارفانات الموتر هوم تحتاجها اللي ممكن انك تجهز فيها كارفانك موتر هوم كارفان سيارة اول شيء هو كل شيء تشوفون اهني يختلف من شخص لشخص ومن موتر هوم اذا موتر هوم يعني مثلا اهني بهالكارفان هذا حطينا المحول الميتين وعشرين داخل اهني وحطينا لمروحة فهذا الحين اول عمل العمل هذا ميتين وعشرين محول يحول لك الكهرباء الخارجية اللي ياه من البيت او من كهرباء مصدر خارجي يحول لك ياه من ميتين وعشرين الى امية وعشرة على اساس انك تقدر تستخدمه بالكارفان الامريكي حطينا له هني مروحة اه على اساس انه تبرد على المحول وهذا شيء ضروري وركبنا هني مصدر اه كهرباء ميتين وعشرين اه اغلب الناس راح تحتاج ميتين وعشرين سواء اه غلاية ماي اه جدر طبخ اه مكنسة كهرباء اه الشغلات الكبيرة ما في لها تحويلة ما تستخدم مثلا من امية وعشرة ميتين وعشرين ففي اجهزة بس ميتين وعشرين فحطينا البلاك هذة هني وحطينا بلاك ثاني وللحب ما خلصنا هي اه الثاني 220 بعد حق القادة الخارجية ووجيت hakك اذا عال经 وحطينا هني مانوال جينج اوفر وشنو فايده المانوال جينج اوفر المانوال جينج اوفر والاخدام في كل سواء ليس بس ثلاث ويارات هاي اللي ت بقول فاrete ه钟ه لا اه ثلاثة وستين امبير شي كبير يتحمل وبإذن الله يفكك من اي عوى الراس. شنو فايدته? فايدتا ايت مثلا شبكت على البيت. شبكت الكهرباء على البيت. وصلت الكهرباء على البيت. فتروح وتحولها على رغم اثنين. اذا حولتها اي رغم اثنين هني الحين راح ياخذ الكهرباء اللي واصل من البيت. راح ياخذ ميتان وعشرين ويوصلها للمحول وياخذ من المحول مية وعشرة ويوديها حيق الكارفان. وبنفس الوقت راح يطلع عندنا بالابلاكات هذي اللي حطيناهم الاثنينة اللي الداخلي والخارجي. راح ياخذ ميتان وعشرين. وفي المستقبل نقدر نوصل واير للتكييف. يعني اذا بغيت تكييف هم تقدر تاخذ آآ منه. فيعني انت الحين تكون موصل الكهرباء بواير واحد موصله للبيت. راح تعطي الكارفان مية وعشرة. وراح تعطي المكيفات الميتان وعشرين. وراح تعطي البلاكات. هذي الوظيفة الاولى. الوظيفة الثانية لنفرض انك انت خلاص مشيت من البيت ورحت طلعت بكشتتك اول شي اتيه وتحوله على رغم واحد. اللي راح يسير راح اتشقل مكينة الكهرباء. مكينة الكهرباء الكارفان. وراح يحول المكينة الكهرباء الكارفان الامية وعشرة فولت. الى ميتان وعشرين. يعني راح نستخدم نفس المحول اللي حطيناه. راح يدخل عليه امية وعشرة ويطلع لنا ميتان وعشرين. حق البلاكات وحق المكيفات الاضافية. وبنفس الوقت راح نستخدمها حق الكارفان. فبشذي انا استخدمت المحول. محول واحد عن طريق الجينج اوفر هذا. بمحول واحد راح استخدمه باتجاهين. اتجاه ينتج لي امية وعشرة واتجاه ينتج لي ميتان وعشرين. يعتمد انا شنو اه اه مستخدم المكينة الخارجية اه او الكهرباء الخارجية او مكينة الكارفان نفسها. واحد من الشغلات الضرورية للكارفانات انك تركب طاقة شمسية. ضروري ضروري. راح تريح راسك وتشحن كهربتك. واذا الجو زين اذا كنت انت الحين بشته. الجو بارد ما تحتاج مكينة الكهرباء. راح تقعد تستخدم الطاقة الشمسية طول الوقت. الطاقة الشمسية الناس تخربط فيها. او نقدر نقول الطاقة الشمسية اه خطوتين او اه مرحلتين. المرحلة الاولى انك تشحن البطاريات. فالالواح راح تاخذ الكهرباء. راح تاخذ اه الكهرباء من الشمس. وراح تنيبها الى الكنترول. الكنترول يعتمد من شخص لشخص. اش كذر يحب يصرف. هذا حطينا كنترول بوايد متطور. اه جوباور. اه يشبك على البلوتوث. وثلاثين امبير. هالكنترول هذا. اه راح يحول لك. راح يتحكم بالشحن. شحن البطاريات. اه عن طريق الكنترول هذا. فالطاقة الشمسية توصل لهني. وبعدين تروح الكنترول المنظم يروحون الى البطاريات. فاحنا الحين المرحلة الاولى. المرحلة انك مثلا تستخدم الليتات. تستخدم اه المضخة الماي. تستخدم المروحة. تستخدم تشقل الثلاجة. بس هي ما تشقل تبرد الثلاجة. هي تشقل كمبيوتر ثلاجة. والثلاجة بعدين تشتغل عن طريق الغاز. فانت محتاج 12 فولت. تستخدم التدفئة. التدفئة تحتاج 12 فولت. فالمروحة مالة الدفاية على 12 فولت. ولكن الحرارة نفسها عن طريق الغاز. فتحتاج غاز و 12 فولت. وهذه الامور اللي احتاج فيها 12 فولت. اما المرحلة الثانية بالطاقة الشمسية. وهو انتاج الكهربة. انتاج الكهربة لازم اركب انفيرتر. الانفيرتر شنو وظيفته. الانفيرتر راح ياخذ الكهربة من البطاريات. يعني راح ياخذ ال 12 فولت. ويحاوله الى كهربة مترددة. يا امية وعشرة. يا ميتين وعشرين. انا الحين هني ركبت اه الفين واط. امية وعشرة فولت. ليش حطيت امية وعشرة? على اساس اقدر اشبكة مع البلاكات. لاي حين ما خلصنا الواير هذا. فلما اشقل الانفيرتر عن طريق الدقمة هذي. ويكون واير الكهرباء راكب. اش راح يصير عندي? راح اقدر اشقل البلاكات. راح اقدر اشقل البلاكات الامية وعشرة. وراح اقدر اشقل التفزيون المشيول هني. ان شاء الله يركب بعدين. ويعتمد شجم الانفيرتر مالي? وش كبر حجم بطارياتي? وشنو انا ابي اشقل من الانفيرتر? فهذه مرحلة الثانية. اللي هي شنو? اللي هي انك تنتج الكهرباء من البطاريات. فدايما الناس تخربطوا بشي. يحسبون ان كلمة طاقة الشمسية لازم يكون عندك انتاج كهرباء. لا. الطاقة الشمسية المرحلة الاولى انك تشحن البطاريات. المرحلة الثانية انك تنتج من البطاريات كهرباء. فهذه الاشياء اللي ممكن انجهزها حق الموتر هوم. بعد ممكن انك يتركب اه كرم السامع بربيش حق المرحاض. وتركب اغطية حق المنور. وللي ليتاته مو اه مو ال اي دي. نبدلهم الى ليتات ال اي دي. واذا ما عندك مكيف ممكن ان نركب مكيف اضافي. والله يبارك اللي صاحب هالكارفان ان شاء الله ويهني. وبعد ما خلصنا من الشغل اش راح نسوي? راح نشقل الانفيرتر من هني. هذي حني انفيرتر طافي. انشغله. طقينا. اشتغل. بعد ما يشتغل راح نيهني عند الانفيرتر بعد ما وصلنا الكهرباء. نشوف انه عندنا قوة البطارية 12.1. نشوف انها ما قاعد تسحب شي. صفر. وعندك مخارج يو اس بي. وعندك بلاك بعد خارجي تقدر تستخدمه برا. وبعد خلنا نشوف شنو صاير. هني طبعا اه كنت روش شحن البطارية. الحين البلاكات هذي خلاص وصلت لها وصلت لها كهرباء. اه ما يبين عندنا هني لان التفزون مشيول. ولكن التفزون بغرفة النوم. نشوف انها وصلت لكهرباء. والبلاكات الحين كلها فيها كهرباء. فالريال الحين يستمتع بطلعته بكشتته اه بدون كهرباء. اه بدون ما يشغل مكينة كهرباء. ولكن كل شي عنده شقال. المحول والاتوماتيك تشينج اوفر حق الاستاغة الشمسية داخل هني. وعندك هني المروحة. بعد ما شغلنا تفزون لانه تفزون جدا بسيط صغير. فحتى مو صاحب شي. الشي الثاني الحين اللي راح نسوي. راح نحول راح نشقل الكهرباء البيت. هذا واير الكارفان. شلنا البلاك مال الكارفان. هذا شلنا قصينا وركبنا اثنين وثلاثين امبير. اثنين وثلاثين امبير الماني. اه ركبناه بالبيت. نشغل البيت. نشغل البيت بسم الله. شقلنا الحين البيت. ميتان وعشرين الحين داش على الكارفان. لفينا السويش الى رقم اثنين اللي هو البيت او الكهرباء الخارجية.